موسيقى موسيقى كان العام 2021 عاما مثقلا بالأحداث والتحديات وملئا بالمآسي أكثر منه بالإيجابيات ومع ذلك يبقى الأمل بعام جديد أكثر أمانا وإيجابية ما يرجوه الجميع تعويضا عن عام المرارة الذي خبره العالم يجول تليفزون الآن معكم في التالي على أبرز محطات العام 2021 متمنيا لكم عالما أفضل في العام 2022 فما هي أبرز الأحداث والمحطات التي هزت العالم سلبا أو إيجابا في العام 2021 وفي مختلف الميادين دخل يوم السادس من كانون الثاني العام 2021 التاريخ بعدما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي لوقف الجلسة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب التي اجتمعت للتصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الصور والمشاهد أحدثت صدمة بين الأمريكيين والعالم نتيجة الفوضى الغير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقت الاقتحام لأحد أبرز المباني الرسمية الأمريكية التي تعتبر رمزا من رموز الديمقراطية الأمريكية وقد توقفت الجلسة لساعات لتستأنف بعد ذلك رافضة الاعتراض المقدم على فوز بايدن وصف بايدن أحدث العنف بأنها تمرد وطلب ترامب بأن يطلب من أنصاره التراجع بصرحا بأن النظام الديمقراطي الأمريكي يتعرض لهجوم غير مسبوك إذ أن ما يحصل ليس اعتراضا بل أنه إخلال بالأمن وفوضى تكاد تصل إلى حد الفتنة وينبغي وقفها فورا بعد تصريحات بايدن نشر ترامب تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره للمغادرة لكنه كرر اتهاماته بتزوير الانتخابات وفي إشراء غير مسبوك حجبت منصات التواصل الاجتماعي تسجيل ترامب معتبرة أنه يفاقم العنف كما علق موقع تويتر حسابه محذرا ترامب من حظر دائم في حال عدم التزامه قواعد النزهة المدنية شكل يوم الخامس عشر من شباط العام الفين وواحد وعشرين يوما تاريخيا بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية إذ عينت النجيرية إنكوزيو كونجو إويلا مديرة عامة للمنظمة لتكون أولى امرأة وأولى شخصية أفريقية على رأس تلك المنظمة وقد رحمت بذلك التعيين نساء في مسؤوليات رفيعة المستوى عبر العالم واعتبرت المنظمة اختيارها أولى لذلك المنصب بمثابة لحظة تاريخية وصف العالم زيارة البابا فرانسيس إلى العراق بين الخامس والثامن من مارس العام الفين وواحد وعشرين بالتاريخية فتلك كانت المرة الأولى التي تنقل فيها المحطات التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة مشاهداً من العراق والفرح باد على وجوه الناس الذين كانوا يغنون ويرقصون ويزغردون عيوضاً عن صور الموت والدمار التي اعتادت على بثها من العراق منذ العام 2003 وكانت تلك الرحلة الأولى للبابا فرانسيس خارج الفاتيكون منذ تفشي وباء كورونا وهي الزيارة الأولى في التاريخ لحبر أعظم إلى العراق تابع العالم بترقب بالغ أخبار سفينة الحويات الضغمة التي علقت في قناة السويس في الثالث والعشرين من مارس العام 2021 وذلك بعدما انحرفت عن مسارها وأغلقت أحد أهم الممرات المائية في العالم ما تسبب في ازدحام مروري هائل وتكدس للصفن في مدخل القناة وقد تعطلت الحركة البلاحية البحرية وحركة التجارة الدولية عبر القناة لستة أيام أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا مقتل زعيم جماعة بوكو حرام المسلح أبي باكر شيكاو وقال التنظيم المنافس لبوكو حرام في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة أنباء إن شيكاو فجر نفسه أثناء اشتباكات بين التنظيمين علما أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتله بعد مرور عشرة أعوام على الثورة التونسية التي اعتبرت قصة النجاح الوحيدة في الثورات العربية دخلت تونس في حالة من الفوضى والاضطرابات إذ تصاعد التوتر في البلاد في الخامس والعشرين من يوليو العام 2021 وذلك بعدما أقل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان وهي خطوة اعتبرها خصوم الرئيس وخصوصا لإسلاميون منهم بأنها انقلاب خطير ضرب الزلزال مدمر جنوب غرب هيتي في الرابع عشر من أغسطس وأعاد بذلك إلى الأذهان ذكريات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في العام 2010 وقد أسفر الزلزال عن انهيار كنائسة ومحال ومنازلة ومباني علق المئات تحت أنقاضها وأعلنت سلطات هيتي أن حصيلة الزلزال قد تجاوزت عتبة الألفي قتيل تأتي مشاهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد عشرين عاما على الحرب لتشكل بمشهديتها أحد أبرز الحوادث التاريخية التي شهدها العام 2021 والتي شهدها أيضا التاريخ الحديث فقد أنهت الولايات المتحدة يوم الثلاثين من أغسطس العام 2021 عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائيا بحسب البنتاجون وقد انتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل وقد غدرت آخر رحلة جوية أمريكية في إطار إجراءات الإجلاء مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل حوالي الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر بتوقيت نيويورك في الحادي والثلاثين من أغسطس وذلك بموجب الاتفاق على الانسحاب النهائي من أفغانستان بين الإدارة الأمريكية وحركة طالبان لتستولي الأخيرة على مفاصل الحكم في البلاد الرئيس الفرنسي إمانيول ماكرون أعلن في الخامس عشر من أيلول في العام 2021 أن القوات الفرنسية تمكنت من قتل قائد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو الوليد الصحراوي منوها بهذا النجاح الكبير في المعركة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل شكلت الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين فرنسا وأمريكا مادة أساسية للصحف ومواقع التواصل خلال منتصف سبتمبر من العام 2021 وذلك بعدما استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على اتفاقية الدفاع المعروفة بأوكوس والتي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وذلك لدعم أستراليا في تطوير غواصات نووية بهدف مواجهة الصين في المحيطين الهادئ والهندي وقد احتجت فرنسا على أمريكا لأنها زورت أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية من دون استشارتها بعد 16 عاما في منصب المستشارة الألمانية تنحت أنجلا ميركل عن السلطة وكانت مجلة فوربس قد وصفتها بأنها أقوى امرأة في العالم إذ قارت بلادها منذ العام 2005 عبر مرحلة شهدت فيها ألمانيا والعالم الكثير من التطورات المتسارعة وقد نجحت ميركل في اجتياز العديد من التحديات الداخلية والخارجية ومع تنحيها تساءل العالم كله كيف سيكون عليه مستقبل ألمانيا بعد مغادرتها المشهد السياسي كلف الرئيس التونسي قاس سعيد في 29 من أيلول العام 2021 المهندسة نجلاء بودين برئاسة الحكومة لتصبح أولى امرأة تشغل المنصب في تاريخ البلاد وقد طلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد في 25 من أكتوبر الماضي قاد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح برهان انقلابا عسكريا لقي إدانات دولية واسعة تطالب بالعودة إلى الحكم المدني وكان البرهان قد أعلن في خطاب متلفز حل مجلسي السيادة والوزراء كما أعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وبموجب ذلك الانقلاب اعتقل الجيش فجرا عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته وقد خرج مئات الألاف في مظاهرات تطالب بالعودة إلى الحكم المدني تحول الصراع في إقليم تيغريشا مالاتيوبيا إلى معارك واسعة النطاق في عموم البلاد وهو ما يهدد بتقسيمها وإثارة الاضطرابات في المنطقة بأكملها في أغسطس الماضي دخلت جبهة تحرير شعب تيغري في تحالف عسكري مع متمردي جيش تحرير الأورومو الذي ينتمي إلى أهم القوميات الإثيوبية وهو أكثرها شعبية وكان ذلك التحالف سببا في التقدم للمتمردين واستلائهم على بعض المدن الرئيسية في إقليم أمهر وذلك خلال اتجاههم إلى العاصمة أديسا بابا لا يتجاوز على الأفراد مجموعة الفاغنر الأمنية البضعة ألاف ومع ذلك فإنها تقلب الموازين أينما حلت ظهرت مجموعة الفاغنر قبل أعوام إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا ثم شاركت في الحرب السورية والنزاع الدائر في ليبيا وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ومؤخرا بدأت تلعب دورا في مالي تتهم الفاغنر باتكاب جرائم حرب في أفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها من الانتهاكات وثمت ما يشير إلى أن رجالها هم عناصر من المخابرات الروسية غير أن الرئيس الروسي فاديمير بوتين أكد في أكتوبر الماضي أن مجموعة الفاغنر الأمنية لها مصالحها الخاصة وهي لا تعكس مصالح روسيا لكنه أكد أن روسيا ستتصرف إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو طف موضوع العلاقة بين أوروبا والصين على سطح النقاش في القمة الأوروبية وشكل موضوعا خلافيا بين قادة الاتحاد الأوروبي فالعلاقة بين الطرفين حائرة بين السياسة والاقتصاد إذ يميل الاقتصاديون الأوروبيون نحو إبرام سفقات مع الصين ولا يريدون أن يقطعوا تلك المساعي كما أن هناك دولا لا تريد تصعيد التوتر مع بكين وأخرى تريد تنصيبها خصما للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتفاقية الاستثمار البارزة بين الاتحاد الأوروبي والصين التي جمدت بسبب العقوبات المفروضة على المشرعين الأوروبيين من قبل بكين جاء موضوع الغاز ليزيد أسباب التوتر بين الصين وأوروبا تتعرض مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي لضغوط متزايدة إذ تواصل بكين توسيع نفوذها في النظام القانوني والسياسة يعد قانون مناهضة العقوبات الجديد بأنه أحدث ما يدعو للقلق إذ تخشى البنوك الدولية من أنها ستقع في مرمى النيران السياسية بين بكين وواشنطن التي تحذر الشركات الدولية من مخاطر كبيرة لمواصلة عملياتها في هونغ كونغ بما في ذلك تهديد المراقبة الإلكترونية وتقول غرفة التجارة الأمريكية أنها ملتزمة بالبقاء في المدينة لكنها تدعو حكومتي هونغ كونغ وبكين إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن خططهما التشريعية من أجل بناء المزيد من الثقة في المجتمع المالي حقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحا مدويا على مستوى العالم وقد سجل أكثر من 111 مليون مشاهدة لأول مرة في تاريخ نتفليكس وتدور أحداث لعبة سكويد جيم المؤلفة من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائق مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار وقد حث مجلس محلي في المملكة المتحدة الأباء على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة المسلسل الشهير وذلك جراء طبيعة مشاهده العنيفة ووفق ما ذكرت صحيفة ديليمي لبريطانية فأن فريق حماية التعليم في المجلس المحلي بعث ببريد إلكتروني للأباء والأوصياء في تلك المنطقة ينصحهم فيه بتوخي الحذر بعد ورود تقارير تفيد بأن الأطفال والشباب يقلدون الألعاب والعنف في المسلسل وذكرت تقارير في وقت سابق أن الأطفال الذين تقلوا أعمارهم من 6 سنوات يقلدون مشاهدة المسلسل في ملاعب المدارس ما يؤدي إلى عواقب مميتة انفصل مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية بيل جيتس وزوجته رسميا وذلك بعد زواج دام 27 عاما وقد أنهى قادي في مقاطعة كينغ في العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج في العالم وتشير سجلات المحكمة إلى أن أي من الطرفين لن يغير كنيته أو يتلقى الدعم الزوجي بعد الطلاق بحسب شبكة CNN ووكالة بلومبيرج الأمريكيتين وبشأن تقسيم ثروة جيتس الطائلة بعد الطلاق فإن واشنطن دولة ملكية مجتمعية ما يعني أنه يجب تقسيم جميع الأصول المترقمة أثناء الزواج بالتساوي في حال الطلاق ولكن انفصال جيتس يجري تحت رعاية عقد الانفصال الذي ما زالت تفاصيله مجهولة واكتفى القاضي الذي أنهى الطلاق بالتصريح بأن عقد الطلاق كان عادلا ومنصفا نجحت دولة الإمارات بجذب أنظار العالم إليها في الأول من أكتوبر العام 2021 وقد افتتحت إكسبو دوباي بمشهدية رائعة خلدتها التغطيات الإعلامية عبر العالم ويعتبر إكسبو دوباي الحدث الأول من نوعه في العالم العربي وقد شكل هذا المعرض على مر تاريخ تنظيمه في العالم مساحة تتيح للدول عرض تقنياتها وابتكاراتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة تم إنشاء الإكسبو ضمن موقع ضخم تبلغ مساحته 4.3 كم مربعة وهو يحتوي على أكثر من 200 جناح في الصحراء كما اعتمرت دوباي الهندسة المعمرية المبتكرة المتعارف عليها في معارض إكسبو من خلال قبة الوصل أكبر قبة غير مدعمة في العالم وأكبر سطح للعرض بزاوية 360 درجة كمحور رئيسي لها خلق توقف فيسبوك وإنستجرام وواتساب المفاجئ في الرابع من تشرين الأول العام 2021 بلبلة عالمية وقد شهد إثر ذلك تطبيقاء تليجرام وتويتر إقبالا كبيرا من المستخدمين فأصبح تويتر مصدرا لمتابعة آخر مستجدات العطل التقني ومساحة بديلة للتعبير في ظل غياب فيسبوك وإنستجرام أما تطبيق تليجرام وهو منافس واتساب فقد أصبح الخيار البديل لناحية المراسلات تواصل عملة البيتكوين ارتفاعها وقد بلغت تلك العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 66 ألف دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى مستوى تاريخي في أقل من شهرين اضطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى إعادة تقديم ذاته وتوضيح مواقفه في منشورين وذلك في ظل وجود تساؤلات كثيرة حول التنظيم سواء من أعضاء الجماعة الجدد أو من خارجها في المرتين يحاول التنظيم أن يطمن أنصاره بأنه بخير ومسيطر وأن كل ما حدث في العامين الماضيين كان بموجب خطة في المرتين اشترى التنظيم ذات الكلام واستخدم ذات المفردات سعيا إلى توحيد رؤيته حول المضامين لكنه في كل مرة كان يقع في تناقضات ويزيد الغموضة حول تلك المضامين وفي ذلك أن أهم ما اعترف به التنظيم في المرتين هو تحييده بعض الأعداء في اليمن من دون التحالف في المحصلة هذان المنشوران اعتراف صريح من حدار التنظيم وتراجعه بعد أن تآكلت قياداته ونضبت مصادر تمويله وضاعت ولائته المنشوران هما كتيب تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب المؤرخ في سبتمبر الماضي ولقاء طويل مدته ساعتان مع رأس التنظيم نفسه خالد بطرفي نشر على دفعتين في النصف الثاني من نوفمبر العام 2021 دخلت كوريا في السابع عشر من ديسمبر الماضي عامها العاشر في ظل الحكم الديكتاتوري الذي يفرده عليها كيم جونج أون وتبدو الفضائع التي يمارسها بحق شعبه مثيرة للدهشة إذ من غير المتوقع أن ممارسات مماثلة لا تزال تحصل في القرن الحالي فكن فشل في تحقيق السلام لشعبه وهو يمارس القمع ونشر الرعب بين مواطنيه لإحكام قبضته على السلطة وعلى مقلب آخر يضج العالم بتقرير نشرته مجموعة عمل العدالة الانتقالية يتناول عمليات الإعدام التي ينافذها النظام وقد قامت المجموعة بتحليل صور التقطتها الأقمار الإصطناعية وجمعت أربعمائة واثنتين وأربعين شهادة تتعلق بثلاثة وعشرين شخصا رميا بالرصاص أو شنقان في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى السلطة في ديسمبر العام 2011 شكل شهر تشرين لأول من العام 2021 شهر المقارنات في عالم الرياضة إذ دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليسي في جملة من المقارنات مع الأرجنتني ليونال ميسي والبرتغالي كريستيان رونالدو بعد أن سجل صلاح حدفا وصنع آخر ليقود ليفربول للفوز كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمتها لأقوى النساء في العام 2011 وقد ضمت سيدات بارزات في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والعمل الخيري وغيرها القائمة ضمت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين رئيسة وزراء نيوزلندا جاساندا أردرن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيسة البنك المركزي الأوروبي إرسولا فاندرلن على مستوى الفن والإعلام ضمت القائمة الإعلامية أوبرا وينفري والنجمات تايلر سوفت، ريهانا، بيونسي والممثلة ريز ويذرسمن تصدرت القائمة الزوجة السابقة لمؤسس أمازون ماكنزي سكوت ورائدة الأعمال الخيرية جيف بيزوس التي تبرعت مبلغ 8.6 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار في العام 2021 بينما حلت كاميلا هاريس في المركز الثاني ثم كريستين لاغارد وهي واحدة من خمس نساء فقط ظهرنا في قائمة فورث بشكل مستمر منذ إصدارها وقد حلت رئيسة شركة جنرال موتورز مارابارا في المركز الرابع تلتها مطلقة بيل جيت مؤسس مايكروسوفت ميلاندا وضمت المجلة اسم سيدتين من المنطقة العربية هما الرئيس التنفيذية ليبونك أبو ظبي الأول هناء الرستماني وسيدة الأعمال رجاء عيسى القرق ينقضي عام جديد من دون أن تنقضي معه ويلات وباء كورونا الذي حصد حتى نوفمبر الماضي نحو خمسة ملايين وفاة حول العالم منذ انتشار الجائحة قبل تسعة عشر شهرا بحسب جامعة هوبكنز وعلى الرغم من أن حملة التلقيح التي انطلقت في ديسمبر من العام 2020 قد قلصت عدد الوفيات إلا أن الخبراء يجمعون على أن الرقم الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى من الرقم المعلن عنه بكثير وقد سجل العام 2021 انتشارا واسعا لحملات التطعيم حول العالم وقد عادت الدول والمدن إلى شبه حياتها العادية ومع ذلك لم تنتظم الحياة بشكلها الطبيعي بعد وذلك بسبب ظهور متحورين جديدين هما ديلتا وأوميكرون فما إن بدأ العالم يتنفس وساد شعور بالتفاؤل حول انتشار الوباء حتى ظهر متحور ديلتا في الهند بداية الصيف العام 2021 مسجلا عددا كبيرا من الوفيات وانتشر من الهند إلى العالم ومع انحسار موجة ديلتا يتخوف العالم اليوم من أوميكرون السريع الانتشار والذي يهدد العالم بإعاقة الحياة من جديد مع مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن وصعود تنظيم داعش في العراق وسوريا يجمع عدد متزايد من الخبراء على أن القاعدة لم تعد قوية كما كانت عليه في الماضي فالقيادة المركزية للتنظيم تخلت عن جزء كبير من نفوذها فيما تراجعت أهمية الظواهر بالرغم من أنه لم يعتبر قط أهلا لمقارنته بأسامة بن لادن وقد زاد بروس تنظيم داعش في العراق وسوريا من تراجع دور القاعدة بعد أن شكل ظهور داعش ضربة قوية للتنظيم إلى ذلك فقد خسرت القاعدة جزءا كبيرا من أراضيها وجزءا من التمويل الذي كانت تحصل عليه وبحسب CIA فإن كلفة إدارة العمليات التي تكبلتها القاعدة بلغت أقل من 30 مليون دولار في المقابل شهد عام 2021 على خسائر منيبها تنظيم داعش وقد تراجعت قدرته على التخطيط للاعتداءات واشتذاب المقاطرين الأجانب والحصول على تمويل بشكل ملحوظ ومع ذلك لا تزال خلايا السرية للتنظيم تنشط في الساحتين العراقية والسورية وثمت مجموعات تابعة لداعش تنشط في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا تعد الأزمة اللبنانية الراهنة الأخطر في تاريخ لبنان المعاصر فالبلاد لم تعرف تلك الانتكاسة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة حتى أثناء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما ورغم تشكيل حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في العاشر من سبتمبر الماضي أي بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب لا تزال هناك صعوبة في إيجاد الحلول الكفيلة بوقف التدهور واستعادة التوازن اشتركوا في القناة